السلام عليكم وأهلاً وسهلاً بكم حبيباتي في قناة وصفات لكم سعدت بلقائكم أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية يا رب لشعر بدون فراغات وبذون صلاة طويل وناعم وكثيف لا بد من تحفيز بصيلات الشعر على إنبات شعر قوي ينمو سريعاً وذلك من خلال القضاء على أي فطريات أو بكتيريات تصيب الخلايا وتؤثر على صحة الشعر مكون طبيعي في هذه الوصفة متوفر في كل مطبخ وهو الزنجبيل فهو مكون مذكور في القرآن الكريم الزنجبيل يحتوي على مدادات للبكتيريا وللأكسادا ينقيب صيلات الشعر يحفز الخلايا على الإنقسام والتجدد وبهذا يبدو الشعر صحي وقوي وكثيف وطويل أيضاً وناعم خالي من الفراغات هذه الوصفة التي سوف أقدمها لكم في فيديو اليوم هي مناسبة كذلك للحوامل المرضعات والرجال كذلك وكل البنات يعني لكل من يعاني من مشكل فراغات في الشعر سوف تلاحظون نتائج رائعة مع الاستمرار وفي فترة قصيرة فللزنجبيل دور فعال في تقليل تساقط الشعر حتى القضاء على التساقط ماذا عليكم إلا متابعة الفيديو للآخر هنا إذا كان الزنجبيل التازج غير متوفر عندكم يمكن استبداله بالزنجبيل الذي يكون على شكل بودرة ولكن هنا دائماً طبعاً التازج له تأثير أقوى ونتائجه كذلك سريعة جداً بالنسبة للزنجبيل نأخذ قطعة من الزنجبيل نقوم ببشرها حتى نحصل على مبشور ناعم يعني نقوم ببشرها في مبشرة ناعمة جداً للحصول تقريباً على عصير الزنجبيل بعد ذلك سنأخذ هذا المبشور ثم سنقوم بتصفيته سنحتاج كذلك إلى ملعقة من القهوة أو مطحون البن لا تستخدموا هنا القهوة سريعة الذوبان بل استخدموا القهوة العادية إذن أول شيء سنقوم هنا كما قلت لكم بتصفية الزنجبيل فقط لأننا سنحتاج إلى ماء الزنجبيل إذن نأخذ هنا مصفات ونقوم بتصفية مبشور الزنجبيل إذن بعدما قمنا هنا باستخراج عصير الزنجبيل سنحتفظ هنا بباقي المبشور لأننا سوف نحتاجه في صنع زيت الزنجبيل نقوم بالاحتفاظ به يعني لا نرميه فهو كذلك صالح إذن كما قلت نقوم بالاحتفاظ بالباقي لأننا سوف نقوم بسرعة زيت الزنجبيل في آخر الفيديو لدينا هنا ما يعادل مقدار ملعقتين من عصير الزنجبيل سوف نأخذ هنا مقدار ملعقة شاي أو مقدار ملعقة صغيرة من مطحون البن ثم سنضيفها إلى عصير الزنجبيل بهذا الشكل هنا يمكن مضاعفة هذا المزيج أو هذه الكيميا دائما على حسب طول وكتافة شعر كل شخص وكذلك على حسب الأماكن الفارغة نخلط جيدا حتى تمتزج لنا هذه المكونات مع بعضها البعض بعد ذلك بواسطة قطنة تكون دائرية أو قطعة من القطن نقوم بغمسها في هذه الوصفة ثم نقوم بتوزيع هذه الوصفة على كل أماكن الفارغات وذلك قبل الاستحمام تستخدم هذه الوصفة قبل كل استحمام سواء مرتين أو ثلاث مرات بالأسبوع كذلك حسب نوعية الشعر بعد ذلك سنقوم بعمل مساج أو تدليك لفروة الرأس بهذه الوصفة التي قمنا بمزجها يعني عصير الزنجبيل مع مقدار ملعقة صغيرة من مطحون البن نوزعها وندلك الفروة يعني جيدا مساج أو تدليك للفروة حوالي مدة عشر دقائق بعد ذلك سنقوم بتغذية كامل الرأس يعني نوزع هذه الوصفة على كامل الرأس من الجذور حتى الأطراف نركز جيدا على أماكن الفراغات والصلاة ثم نتركها كما قلت من ساعة إلى ساعتين أو حتى ثلاث ساعات يعني حسب الفراغات بعد ذلك سنقوم بغسل الشعر بطريقة المعتادة وبالشامبو الذي تستخدمونه فهذه الوصفة صالحة لمدة أسبوع واحد في التلاجة يمكنكم الاحتفاظ بها يعني لمدة أسبوع بالتلاجة هذا إذا قمتم بعمل كمية كبيرة وبعدها يمكنكم تجديد هذه الوصفة نقوم بعمل الوصفة إذا كان الزنجبيل يعني التازج غير متوفر لديكم يمكنكم استخدام الزنجبيل الذي يكون على شكل بودرة نتائجه كذلك نفس نتائج الزنجبيل التازج هو الآخر الرائع يعني نأخذ بودرة الزنجبيل وسنحتاج كذلك إلى عصير الخيار هنا عصير الخيار يفضل أن يكون يعني أن نقوم ببشره بقشوره ثم نقوم بتصفيته في مبشرة رقيقة دائما هنا الكيمية حسب طول وكثفة الشعر هنا لكل مقدار ملعقتين من الزنجبيل سنحتاج إلى أربع ملاعق من عصير الخيار نقوم الآن بدمجي وخلط هذه المكونات بهذا الشكل ثم نحرك وندمج جيدا إلى أن نحصل على خليط متجانس بعدما حصلنا على خليط بهذا الشكل سنقوم بنفس الطريقة يعني نأخذ قطنة نقوم بغمسها في هذا المزيج ثم نقوم بذهن الأماكن التي بها فراغات في الرأس كذلك الصلاع وكامل فروة الرأس يمكن كذلك توزيعه على كامل أطراف الشعر يعني يترك تقريبا لمدة نصف ساعة بعدها نقوم بغسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ كذلك هذه الوصفة ممتازة لتغذية فروة الشعر لاحتوائها على عصير الخيار تزيد من نمو الشعر وطوله كذلك ممتازة لإنباث الفراغات وأيضا نتائجها رائعة وسريعة أيضا هذا الماسك آمن للحوامل المرضعات الرجال وللبنات كذلك ممن يعانون من مشكلة فراغات مقدمة الرأس يمكنهم استعمال هذه الوصفة وبكل أمان صلاحية هذه الوصفة تدوم في الثلاجة لمدة أسبوع بالكامل تستخدم هذه الوصفة من مرة أو مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع وأخيرا الآن سوف ننتقل إلى صنع زيت الزنجبيل كما قلت بالمبشور الذي قمنا باستخراج منها عصير الزنجبيل والآخر وصفة سوف نقوم بها سوف نقوم بعمل زيت الزنجبيل كما قلت الزنجبيل المتبقة لدينا هنا تقريبا لدينا مقدار ملعقة طعام كبيرة يمكن كذلك هنا استخدام بودرة الزنجبيل يعني نفس المقدار ملعقة طعام ونأخذ ربع كأس من زيت الدراء أو زيت المطبخ يمكن استخدام كذلك حتى زيت الزيتون نضيف زيت الدراء إلى مبشور الزنجبيل بهذا الشكل ثم نقوم بدمج العناصر جيدا مع بعضها حتى تتجانس كل هذه المكونات بعد ذلك يمكنكم وضع هذا المزيج على حمام مائي على نار هابئة نضع الإناء بداخله ويترك لمدة عشر دقائق أو خمسة عشر دقيقة يمكن كذلك الاحتفاظ بعد ذلك بهذا الزيت لمدة أسبوع بالكامل في مكان مظلم وضروري أن يكون في قرورة يعني تكون غامقة اللون لمدة أسبوع بالكامل حتى تتفاعل لنا هذه المكونات بعدها يمكنكم تصفية هذا الزيت أي زيت الزنجبيل من المبشور فزيت الزنجبيل يعد أحد الزيوت الطبيعية التي تعمل على تقوية الشعر فهو زيت يستخدم منذ القدم لغناه بفيتامينات معاذ كذلك يستخدم كذلك في الطب الحديد فله فوائد كثيرة للشعر وبنسبة لكيفية استخدامه يستخدم كحمام زيت قبل الاستحمام كبذيل للوصفات فله ظهور فعال لتقوية الشعر وكذلك عدم تعرضه للسقوط فهو يعمل على تنشيط الدورة الدموية لأنه حار وبالتالي يصل الدم إلى فروة الرأس مما يحفز لنا نمو الشعر وإنبات شعر جديد كذلك يغذي الشعر ويكسبه لمعة وبريقة كذلك يطهر فروة الرأس ويقضي تماما على القشرة هو قوي لعلاج الالتهابات والفطريات التي تصيب فروة الرأس كذلك يساعد في حماية الشعر من التلف والتقصف يناعم الشعر ويقضي على الشعر المتجاعد ويزيد من كتافة الشعر كما أنه يلعب ظهور فعال في القضاء على الشيبي والتخلص من الشعر الأبيض لأنه يحتوي على العديد من الأحماض والفيتامينات والحديد يعمل على تحفيز الجسم كذلك على إنتاج سبغة الميلانين هو آمن كذلك للحوامل والمرضعات والرجال كذلك يمكنهم استخدام زيت الزنجبيل وبكل أمان فهو يبقى صالح لمدة طويلة جدا لكن ضروري أن يحفظ في مكان مظلم وجاف إذن كانت هذه هي وصفتنا لليوم باستخدام هذا المكون المعجزة وهو الزنجبيل كما قلت يمكنكم استخدام الطريق وحتى الذي يكون على شكل بودرة أتمنى أن تنال هذه الوصفة إعجابكم وصفة مضمونة رائعة جربوها وذامبوا عليها إلى أن تحصلوا على النتائج المرغوبة إلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو اليوم إذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار أو تريدون أي وصفة معينة لا تترددوا اكتبوا لي في صندوق التعليقات إن شاء الله سوف أجيبكم وألبي طلبكم بكل سرور لا تنسوا كذلك الاشتراك في قناة الثانية لبنى الجمال سوف أترك لكم الرابط في صندوق التعليقات ودمتم في أمان الله نلتقي في وصفة جديدة إن شاء الله نلتقي في صندوق التعليقات